إذا الوضع الصعب لتلفزيون لبنان جراء مرض رئيس مجلس إدارته إبراهيم الخوري وفي ضوء عدم نجاح الحكومة المستقيلة في تعيين مجلس إدارة جديد طرق وزير الإعلام وليد الدعوق باب القضاء لإيجاد مخرج للأمر فكان أنعين قاضي الأمور المستعجلة في بيروت جاد معلوف الأثنين السيد طلال المقدسي مديرا عاما موقتا بصلاحية أعضاء مجلس الإدارة بناء على اقتراح رفعه الدعوق ضمنه مجموعة من الأسماء في تلفزيون لبنان في عنده موجودات فيه أنا عم شوف أنه عم تتلاشها وخاصة أنه ما عم بقدر إحكي اتحاور مع أي حدا تقدر حافظ على التلفزيون لبنان وأنا بعتبر هذا من باب الاحتراز علما أنه التعيين يلي صار صار لفترة محددة لحد ديت ما تيجي يجي مجلس إدارة جديد معين من مجلس الوزراء طريقة اختيار المقدس انتقدتها بعض الجهات كتكتل التغيير والإصلاح الذي أثار الناحية القانونية معتبرا أن القضاء تعد على صلاحيات سلطة التنفيذية التي لها الحق وحدها في تعيين موظفي الفئة الأولى هذه ليست شركة تجارية عادية هذه شركة تجارية تملكة دولة لبنانية مبدأ العام ينتبه منيح ما فينا نملل فراغ بمؤسسات الدولة من خلال تحييل على أنه انطارة من خلال السلطة التشريعية من دون وجه حق وتورا من خلال القضاء كمان من دون وجه حق رأي الشخص لكل مبرراته في هذه القضية والتليفزيون الرسمي لا يحتاج إلى الكثير من المبررات لدفعه نحو الأمام فهو لا يختلف عن مؤسسات عدة في الدولة تعاني من الترهل وتحتاج إلى نفضة لتنشيطها